وأنت تعيش في هذه المدينة ذلك يعني أن لك خيارات محدودة للبقاء بعيدا عن الكوارث التي أصبحت ملازمة لحياة الناس فيها ينجو المدنيون من القذائف ورصاص القناصة والاشباكات المسلحة لكن الأوبئة لا مفر منها رغم إمكانية القضاء عليها استوطنت الأوبئة والأمراض في تعز نتيجة ضعف المنظومة الصحية وشحة الإمكانية وصطاعت الكوليرا وحم الضنك حصد عشرات الأرواح وحولتها إلى مجرد أرقام في قوائم لم تتمكن السلطات من إغلاقها هناك عدد إصابة أكثر من خمسين ألف حالة إصابة في الكوليرا في المديريات المحافظة المختلفة وعدد الوفيات مئة حالة تتربع مديريات التعزية ومقبنة والمسراخ والشميتين في مقدمة المديريات الأكثر إصابة والأكثر وفاء الوفيات وأكثر عدد الوفيات كل الفئات العمرية لم تستثنها الأوبياء ناهيك عن القادمين من الأرياف الذين تقطعت بهم السبل أملا في الحصول على جرعة دواء تخلصهم من شبح الموت والله ينطلب بأدوية لحم الضنك والحمة الفيروسية التي أتت مؤخرا في محافظة تعز هذا الأسبوع والأسبوع الذي قبل أتينا إلى المستشفى نبحث عن أدوية لا يوجد أدوية مقانية بل نأخذ نشترون مبرع الأطفال هم الحلقة الأضعف في هذه الموجة الملفوفة بالموت فالنجاة من الأمراض بالنسبة لهم أصبحت عبءا على عاتق أسرهم التي تحاول إنقاذهم من الموت وهذه مشاهد لا تختلف عن محافظة الحديدة وباقي المحافظات وحتى عدن وصنعاء خمس سنوات وتعز غارقة في مستنقع من المآسي والأوضاع المتردية ليس هذا فحص بل إن الصراعات الداخلية فاقمت أيضا من حجم الكارثة يقابل ذلك تلذذ ميليشيات الحوثي في الاستمرار بتضييق الخناق على المدنيين الغريب في الأمر أن الأوبئة تزداد انتشارا في الوقت الذي تسهب الحكومة في الحديث عن التنمية وإعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المناطق المحررة هذا الإسهاب يتسق مع مواقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في اليمن التي تتلقى مئات الملايين من الدولارات باسم اليمنين ورغم ذلك فشلت في تقديم الدعم ولو بجزء يسير يمكن المدين من العيش بعيدا عن الأمراض والجوع والفق يتعايش الناس في هذه المدينة المحاصرة مع كل أشكال الموت ومسبباته ومن نجع منه فتلك فرصة أخرى للعيش في واقع مرير يتجرعه السكان منذ خمسين سنوات ترجمة نانسي قنقر